عسان إفريقيا ولكن ضيعها ايت وعمر وانطلق بن موسى هنا الخطورة نص عوبا بن موسى ماذا يفعل يقديم لدربلو وضرب الجزاء ضرب الجزاء لاتحاد الحراش بعد هذا التدخل على دربلو سنجعل اتحاد العاصمة بعد هذا التدخل القوي على دربلو كل ملعب عمر حمد يقف الآن ليتفاعل مع هذه اللقطة ومع هذه الاتلاق الثاني قبصة يا ماذا للاتحاد العاصمة هاي اللي عادة من أوبامبو على دربلو لا فيها ضرب الجزاء واضحة لكن اللقطة اللي جات بها الهدف شوف اللعب بن موسى يمشي يرفع الراسطه يقدم كورة في عمق دفاع زغبة وحكاية العارضة يريد ان يفعل مفاعل صلحي صلحي مع طبعا درارش يتلقى الادار ونفس الملاحظة يقدمها له عبيد شارد منوع عليك انك تتحرك وانك تلمس العارضة يلا درفلو زغبة في بداية المماراة تدقيق السابعة اي سيناريو اي سيناريو درفلو 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 تدقيق الكورة تابعه ولكن اختاره الزاوية الصعبة والبعيدة درفلو يتفاعل مع الجمهور اي لعادة رح معها زغبة شم الكورة مثل ما نقول بلغة كورة القدم ولكن منفذة كما ينبغي منفذة كما ينبغي بالرجل اليمنى داخل القدم كان فيها القوة حتى الدقة يعني في شبكة صغيرة والصعب ان الحارس يلحق بشبكة صغيرة بعدما الكورة تكون قوية نتمنى انفذها وشامات الفلن تأكد يا مصطفى بين الوثاق ستيفي لن يستسلم حتى وانت لقى الهدف في الدقيقة السابعة سيرود لان الكبار هم هكذا لديهم الكبرياء ورطة الاخرى يبحث عن سوية يقدم كورة اي كورة اي كورة اي كورة اي كورة وثان الادات الانتحاد العاصمة هو قدر الذي يعود ويسجل الثاني الانتحاد العاصمة في نفس توقيت الادف الاول الذي سجله درطلو ماذا يفعل بن موسى في هذه المباراة كورتين حاسمتين الاولى جاءت بضرم الجزاء والتانية يقدم لقدرة عمق دفاع الوفاق ستيفي لم يترك اي فرصة لزغضة وجمهور الانتحاد العاصمة يقف ليحيي اللعبين ويحيي كدري على غير العادة يوضع نفسه في موقع قلبه شوف هنا راغ الاول والثاني ومر كورة على طبق فعلا اي كورة اي كورة من بمسك لاكيد كنت قلت كاري انه وضع نفسه في وضع يلي تسبح انه يكون قريب على المرمى كانت لقطة قبل هذه ويبكودري تقريبا وصل للكورة لو لا لعب كودري سعد وحاول انه يقدم الدفوق العددي والكورة كانت في المستوى من موسى تمريرا حاسمة وتستيد نعم تستيد ولا ارواع من اللعب حمزة كودري مسجل الهدف الثاني الهدف الثاني سيناريو متاز بالنسبة لفريق اتعاد العاصمة وسعب على المفاق الصيدي في الوقت في كان سيعود الوثاق جاء الاتحاد أفضل من مغامرة التوسيع ثالث الهدف ثالث الهدف من شافعي شافعي وسجل الهدف الثالث لاتحاد العاصمة ولكن بغرابة صدقوني بغرابة لا ادري ماذا كان يحدث لدفاع الفقص طيفي في هذه الكرة اربع لعبين فقط يا مستاف يا مازا وخمسة سعت في هذه الكرة التابتة كنت أقول بأن اتحاد العاصمة لا يريد المغامرة ولا يريد المجازة فهذه عادة تركوه وعيدا وحتى زغبة لم يكن على خط المربع لحظة من لحظات لا تركيز يدفع ثمن يدفع ثمنها كشم فقص طيفي لا كتافة دفاعية في اللخطة هذه تعال الكرة الزاوية من بن نوسى بن نوسى تلتة المرينات حسينة تصور اللقطة هذه اللعب شافعي سعد دون ملقبة يجد نفسه تقريبا وجه بثلاث كورة تعزمة الضربة الصعبة الضربة القاضية بالنسبة للوثاق السطيفي في هذه المباراة ثلاث ثلاث آدف وآدف بأخطاء دفاعية من التركيز سعد التعبير بقى هدف فقط لنصل للأربعة التوزيع آه والأدف الأول للوفاق سطيفي الذي يرد بسرعة ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة زباموش لم يستطع أن يفعل أي شيء سنشاهد الإعادة أعتقد بنوح هو الذي سجل هذا الأدف دخول موفق من بنوح الذي يتمكن من إضافات من تسجيل الأدف الأول للوفاق سطيفي نعم تبريل عرضية من بنوح بن عياد موه تقريبا هو الذي غلط المدافعين واللعب بنوح في القائمة الثانية يتمكن أن يجد نفسه الوجه المرمى قدم له هدية نعم لكن كريم رانا فالهدف الرابع خلاص ويمتلك الآن الصفح أردت تبقى بأربعة أداف ما يأتي هو عاصمة التوزيع والدفاع التخل اتحاد العاصمة إذن يتوجه نحو تحقيق انتصار ثاني على التوالي يقلس الفرق لسبع نقاط فقط عن الرائد بعدد التوزيع الوفاق السطيف يسجل الثاني عن طريق بنوح ماذا يريد ان يفعل الوفاق السطيف في هذه المباراة يسكت كل أنصار اتحاد العاصمة دقيقة أخيرة ستكون دقيقة الأعصاب قلت آه على الوفاق لو لعب بمواجم صريح في الشوط الأول لتغيرت المعطيات هو اللعب الوائد بوسيفا الذي وزع وبنوح يرتقي فوق الجميع بني حيا لم يستطع أن يفعل أي شيء والوفاق يقول بأن المباراة لم تنتهي لم يترك حتى للحياة